اشتركوا في القناة تلقيها السيدة صوفيان تمدي بعد ذلك عرض وتليه مباشرة للمداخلة الأولى وهي عن المشوار المهني للفقيد السفير محمد سعيد الهمدي بعد ذلك ستستمعون إلى قصيدة للأستاذ الخليل النحوي يقرأها دكتور محمد ولمين في تأبين الراحل ثم قصيدة للشيخ ولمين في تأبين الراحل المداخلة الثانية في هذه الأمسية عن الوجه الثقافي لمحمد سعيد الهمدي مع وان جبريل ومحمد عبدالله والبلين بعد ذلك قصيدة لسيدة مريب بحمد تقرأها جميلة متسدنا ثم المداخلة الثالثة بهذه الأمسية وسنتناول فيها البعد الحقوقي لمحمد سعيد الهمدي وستكون مع مين العبدالله والدكتور محمد المين بعد ذلك ستكون هذه قصيدة الأولى للشاعر الدكتور سيدي ولمجاد ثم ستكون هناك عرض أو مداخلة قصيرة بعد ذلك وقفة للصلاة المغرب كما سيكون هناك فطور بالنسبة للصائمين في هذا اليوم العظيم بعد ذلك شهادة لدبالله والعبدالجليل ثم شهادات من داخل القاعة سنأخذها على أن يكون الوقت المحدد لكل هذه الشهادات ثلاثين دقيقة مقسمة إذن على عدة أشخاص وستكون الورقة بين يديكم بعد اللحظات أخيرا نختتمو هذا اليوم بشهادة سيدة عبدالله سيربا أرجو لكم وقتا ممتعا وأهلا وسهلا بحضوركم جميعا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله bienvenue merci d'avoir accepté notre invitation alors je vais vous lire le programme nous aurons une lecture du courant ensuite il y aura le mot de bienvenue du président cher Saad Boukamara après il y aura une minute de silence pour prier sur le défunt ثم يوجدت الأموت على التسجير من سرويويم ترمودي ثم نحضر لدينا أجل أجل من أجل من مرة لزيزيزيزيزية ثم يوجد أجل من أجل من التسجير من المنزل موسيقى من خليل الأنهوي ثم يوجد يوجد أجل من المنزل قليلة ثم هناك اشتركوا في مرينة باباحمد في ترجمة نانسي قنقر بعد التعليقات والأطفالات يكون هناك تتعليق من دبللاله وبدالجلي تتعليق من تتعليق للمنزل والاقصر سيكون تتعليق من دبللاله وبدالله سيربا إذن أذكر الحضور أن هذه الأمسية التأبينية ستكون في نقل مباشر مع قناة شنقيط الفضائية الآن أدعو فضيلة القارئ إسماعيل وللعالم لقراءة ما تيسر من كتاب الله العزيز الجليل فليتفضل مشكورا نوزا بيطان إسماعيل وللعالم لكتاب الله العزيز الجليل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المعضوب عليهم ولا الطالين يا أيةها النفس المطمئنة ترجعي يا أيةها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله العظيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن وأنتم على ذلك من الشاهدين شكرا جزيلا للقارئ إسماعيل العالم الآن أدعو السادة لتالي اسمعهم لتفضلي على المنصة السيد الشيخ سعدوا كمرا فليتفضلي على المنصة محمد الهيباه والحمد السيدة تركيادادة أحمد والسيدي باب سار ممدو مريم التبلال الخليل النحوي وأحمد والحمزة إذن الرجاء أنتو شرفونا بحضوركم للمنصة سيدة محمد 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 م أرجو منكم تلاوات الفاتحة جلوسا ترحما على روح فقيدنا محمد سعيد والهم ودي والسارك جلوسا شكرا جزيلا وحيدة الكلمة إلى الأستاذ شير سعيد بوكامران بسم الله الرحمن الرحيم نسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً لديكم أعضاء المحكمة إلى المرحوم المحمد سعيد والحمد أرجوكم أولاً لكم لكم في السبب لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 أعرف مما أننا نقل إضافة من المملكة يتكلم، سيدة من المملكة من امام نملكة جنودة جزي برير المنزل أنت واحدة نملكة جنودة جزي برير المنزل اللي برير المنزل وعادة الارضة في الوطن نمطار الالبعين وعالة قبل العالمين تحتاج للمنزيد المنزيد ومشارع الوليون التنغير وحسان المساعدة في الحيث وحبوات الوطن والزýchهن رابعين وذلك حتى تنهى السمكون نجوناك الروحة وحبواتناك دعواناك اتعبوا وحبواته سنجد للمنزان قبل ان تتحدث يفتح في هذا المنظر ، يجب أنه في السنة في السنة و يجب أن يترك في المنظر ، يجب أن يترك في المنظر الآن ، سأعطيك الآن ، أعطيك إلى أحضر المنظر الذي يجب أن يقولون ، يكون هناك أساسية لا يوجد أحدها نحن نعطي نحن نحن نزول ونحن نزول ونحن نزول ونحن نزول والحصول التي اعلنه الدولة ونحن نفضل ف恩نا لقد نحن نزول أتمنى ونحن نزول لنحن نظول ونحن نزول شكرا جزيره الآن أدعو السيدة أصوبي متهم الدولة لإلقاء هاية السفر محمد سعيد والحمود شكراً لكم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم في أولاد ميجة في مدينة أطار مسقط رأسه بالأمس ودعنا أبا ورفيقا ومعلما أبا لكل بائس ومحروم ورفيقا لكل مناضل وصاحب مظلمة ومعلما ومرجعا لكل باحث في المكتبة الموريتانية لقد كان حقا لبأ أسرة نشأنا وربانا على إحدى قناعاته الراصخة وطموحاته من أجل موريتانيا ألا وهي تجذيرنا في تربة القيم التي نتمي إليها واحترام الحياة والتواضع في كل الحالات والظروف وروح التضحية والسخاء والتخلص من أوحال الدنيا والتعلق بروح العلم وقيم المعرفة هذا هو المهم لم يتخلى محمد سعيد الأب عن هذه الثوابت حتى خلال مراحل عمله كدبلوماسي التي تصادفت مع سنوات لنعود طفولتنا البرية وأعوام مراهقتنا الحريجة ساد الحضور سيداتي سادتي لا يسعني هنا إلا أن نعبر عن تأذيري الشديد بتنوع وكذابة هذا الحضور التأبيني الضخم لقد حضر اليوم مذاقفون ورجال معرفة ومناضلون في مجال حقوق الإنسان ورجال سياسة وجمع من المواطنين النبلاء حضروا في هذا المكان لتأبين رجل تعارف الجميع من خلال مرأته بقط النظر عن مشاربهم واختلاف وجهات نظرهم وخياراتهم وقناعاتهم هذه الوحدة الموريتانية الاستذنائية وهذا التفاهم الوطني العظيم هو أكبر ما تتجسد فيه روح النضال الفقيد محمد سعد الهمت رحمه الله فقد كرس الفقيد كل حياته ليجعل من تذمين الموروذ الثقافي الوطني هواية ومن جرد المواقع الأذرية الحافظة لذاكرة البلد توجها ومن نشر قيم الحضارية المشتركة ذريضة ومن دعم القضايا العادلة واجباً ومن بناء أمة أمة الجميع من طرف الجميع ولصالح الجميع المعنى الحقيقي للالتزام ويرجع تأثري الشديد أيضاً إلى أننا نحن الآخرون أعضاء أسرة الفقيد أصبحنا اليوم أكثر من ذي قبل نعي أن أذانا سعيد الطيب المتروي لم يكن خاصاً بنا وحدنا فقد كان ينتمي أكثر إلى الأمة الموريتانية إلى كل الأمة الموريتانية ويقوم بنا هذا التأثر اليوم على بوابة واجبي تمثلي وتقاسم ميراث معرفي قيمي وإنساني أقل ما يقال عنه إنه عالي السقف صعب المنال هذا الواجب هو معركة تعتبر امتداداً لتلك التي قادها الفقيد محمد سعيد رحمه الله نتمثل بعمق متطلباتها وحجم التضحيات التي تقتطيها ونحن ملتزمون بها هذه المعركة هي معركتكم أيضاً وقد برهنتم على ذلك بتنظيمكم حفل التأبين هذا ونحن نعتبر أن الذين حضروا هم أسرتنا ويرجع الفاضل في ذلك إليكم واسمحوا لي هنا باسم كل العائلة أن نعبر لكم عن صادق عرباننا لكم بالجميع شكرنا وتقديرنا لمن نظموا هذا الحبل ولجميع المدعوين كما أننا نشعر بتواجد جميع الأشخاص الذين لم يتمكنوا من الحضور لسبب أو لآخر غير أن قلوبهم وأرواحهم معنا في هذه اللحظات وما توفيقي إلا بالله عليه توكرت وإليه الآمن وشكراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكراً جزيلاً بعد لحظات سيكون هناك عرض يتضمن شهادات عن الفقيد محمد سعيد والهم ودي معد من طرح مريمت بابا أحمد وجميلة أحمد سدنا وقبل ذلك أدعو السادة الشيخ سعد فو كاميرا أستاذ جامعي ومناظر في حقوق الإنسان ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 شكرا اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة 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 في دهل الزرايب زينات يعودون اختيرهم عندها تتمل في الدهل مثلا يعرف مزاح للناس وانتينا هو عند قرن ذا البيت بما عين بسيطين تعفي طويصة سقيرة لا تاسق عنه طابلة وكاسين وبريق يقول لي هاته هو اللي نبطينا وهذا هذه هي حياتي أنا هو إنسان طيب وسريته ماهي محيلي محاق فلا قط قال إن الشي أنا عين فقع علي لا نوصل الدار إنه يتلهم علي يقول لي وهاي لا يقول لي وهاي لا يا أخويا لقد قسمت لكم أول حق أنا هو الجلال نمشي النمو فقع فقع علي تم عشيرين ذو وجاء ذو جاء يضحك ايوه انت فقعت مولي بالله أنا لا أعلم فقع قول أنت أنا سايد أنا مات فقعني أسهل قتي سايد 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 قليل نوع من هرواق وحد فات تعرف معه ما تليه السا بيلي ما ما نكليه ما أدلك شي عقرح لاقي يسوه شنو إنسان مسالم وموذوق وطيب ومحرر للأمور ونزيه وتقبي لا نعرف فيه ما وش يزيل لا نعرف فيه ما وش يزيل لا نعرف فيه ما ومعنه لا ساعيد أعطيها الرحمة ما كي هو حق أتاجه راجل ذكي وقرس قيل لا نعرف فيه ما وش يزيل وش يزيل وكلمته نتيجته وصراحي ويا كامل ما قد تكسرناه وش يزيل وش يزيل نعرفونه وخلاقه وحسينه لا قد يزيل منصوه نلقاوهن عزايز الضعيفة السودان وعيائي عدوك مكهول فيه مشعم وخلاقه وحسين تجري فهو مذارات نعرف ذك الساعة نرد حولون فلاده فلانا نعفو لو قامت ماجز تبارك الله عن الناس كان ونفطل وانا له يعطي شي ونقبلانا ونتحيد عنه وما يبقي تعرفي يعطي شي قدام ولا يحدل تحيد عنه يدي له شي بالبنت يا هاك 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 يا أخوي لشنه يقول له يقول له هذا لا من هذا المموره كاملة الدار والأخيرتي يعمل فيها دائما على استر ما هو علم أعرف تسم من دراك أنك اسمع له من هذا المزين ما قد تقصر كل ما نعطيه يريده يجب أن يكون فيها ونفطل 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 ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 وكل هلوم الشريعة ومن هذا استمد القيم الدينية والاخياقية التي جعلت منه رجل متواضع يجل التواضع ويرفض الامتيازات يكون يجل السلف الصالح ويتحلى بقيةهم الفاضلة يبتعد عن الأمور الديني المادية ويتقرب من أمور الدنيا والروحية إنه كان رجلا جامعا بين الأجيال وبين مكونات وثقافات الثقافات الوطنية حيث كان من الصعب أن يصنف هذا الرجل في خانة محددة أن يصنف في مجموعة أو في ولاية أو في تشكيل المحل لأنه كما قلت كان رجل جامعا كانت له شخصية مركبة بمفهوم السوسيولوجي الفرنسي وهو متعدد الهوية كما قلت سابقا كان يصعب أن يصنف في خانة معينة كان شخصية وطنية ورمز لموريتانيا موحدة كان موسوعة ثقافية في خدمة مشروع الوطن وهنا أريد أن أقول كلمة واحدة أنه جعل من الثقافة خيار حياتي وسلاح نظال وأعتقد أنه من زاوية الثقافة يمكننا أن نفهم الشخصية المركبة لهذا الرجل وهي كانت في وسطي في قلب عمله سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي وسنعالج هذا لاحقا كان كما قلت رجل ينتمي إلى كل الأشياء من جيل الاستقلال إلى جيل اليوم كما يسمى بجيل 2.0 أي جيل الأنترنت تراه دائما مع هؤلاء وهؤلاء وكأنه عض منهم يتكلم لقتهم ويفهم مفاهمهم ويتطلع لما يتطلعون له هذا يقودنا إلى المحور الثاني وهو المثقف في الطليعة لتقدم المجتمع إنه من نافلة القول نقول بأن محمد سعيد كان في طليعة المجتمع وشيئا ما كان له ربما نوع من التقدم على المجتمع الثقافة كما قلت خيار حياة وسلاح نضال وهذا أعتقد هو الخيط ربما الجامع لحياته ومساره وسنراه أيضا لاحقا بدأ كتاباته في الشباب في نهاية الثمانينات بقصص مسرحية أولها كانت حول ثنائية العبودية والحرية وأخرى حول المقاومة كانت الثقافة كما قلت في قلب التفكير والعمل كانت تعلقه بالقيم الإنسانية بارزا وكان يحمل قيم العدل والمساواة كان رجل متنور لكنه أيضا يحاول أن ينور مجتمعه كان كاتب قصص وكان أيضا مفكر زيادة على ذلك كان دائما يلعب دور الوسيط في محاولته للتقارب بين الناس ولحل ما يمكن حله من المشاكل وهنا نتذكر أنه كان وسيطا مدافعا عن ضحايا الإرث الإنساني كان أيضا مدافعا عن الضعفة والبؤسة وكل القضايا العادلة لكنه كان يقوم بهذا العمل بكثير من التجرد وحتى من السرية يحاول دائما أن يدلو بذلوه ويقدم ما يمكن أن يقدم لكن بنوع من التجرد وبنوع حتى نوع من الخفاة والتوضع أقل مستقل ومتنور وعابر لتيارات الإيديولوجيا والسياسية هذا أيضا كانت سمة من سمات هذا الرجل كان طبعا عضو في حزب الشعب كان من مؤسسي مع الوزير أحمد تلبابة لأرضي التجمع للديمقراطية والوحدة لكنه رقم ذلك كان دائما رجلا مستقل وله انتماءات واسعة وكما قلت عابر للانتماءات السياسية والإيديولوجيا كانت له مؤلفات ذات أبعاد متعددة في خدمة قضايا متنوعة منها طبعا كما قلت قصصه المسرحية منها قائمة المراجع لجمع كل المصادر وإبراز مكانة دور موريتانيا التي أصدرها في سنة 1995 كان له كتاب مشهور حول العلاقات بين موريتانيا وأوروبا كانت له مقالات صحفية متعددة وكذرة بدأها بمساره في الصحافة لنهاية الستينات وبداية السبعينات وهنا أبرز أنه تقلد أول مهامه في بداية السبعينات في سياق تاريخي خاص هو كان يتميز من فتاح النظام أنذاك على ما سمي بالتقنقراط الشباب الذي كان من بينه من الوزير أحمد سيدي بابة وبارو عبد الله وسيده للشيخ عبد الله وإحمده العبد الله وآخر كانت كما قلت له عديد من المقالات الصحفية التي عالجت كثيرا من الأمور السياسية والثقافية والاقتصادية والدولية وكانت كل هذه الكتابات والمؤلفات تتسم بمحاولته حمل رسائل واضحة رسائل العدل، رسائل المستوات، رسائل إبراز دور موريتانيا رسائل التقارب وجمع ووحدة كل مكونات الشعب الموريتاني الآن نتطرق بعجالي للمحور الثالث وهو مساره المهن كما عنوناه رجل دولة وديبلوماسي اهتذنائي وموظف سامي متميز تقلد عدة مناصب من بداية السبعينات بالصحافة ثم ذلك في الدبلوماسية وكان مستشارا وسفيرا منذوبة لموريتانيا في الأمم المتحدة وبعد ذلك سفيرا في واشنطن كان مستشارا في وزارة الخارجية كان أيضا وهذا دور هام قام به أمين العام للرئاسة بعد انقلاب يونيو 1978 ولعب دورا أساسيا حيث كان همسة اتصال بين المجلس العسكري والحكومة والإدارة والشهادات وبعد الضقائق يتكلم الأخ قابريل حتي الذي كان موجودا معه في الرئاسة عن هذه القضية كان له مفهوم خاص لما يسمى الخدمة العمومية أي أنه بناه على مبادئ أساسية أولا أن يخدم الدولة بدون التبعية لنظام السياسي وهذه إشكالية مطروحة دائما للموظفين وخاصة للموظفين السامين كيف نوفق بين الولاء وعدم التبعية للنظام السياسي المبدأ الثاني هو أن يوفق بين مصلحة النظام ومصلحة المواطن قد يبدو أن هناك تناقضا وقد يكون لكنه هو حاول دائما أن يوفق بين هذين الأمرين المبدأ الثالث الذي بنا عليه مفهومه للخدمة العامة هو تكوين المواطن بين واجب الطاعة وحق التحرر وهنا من منكم يتذكر شيئا عن ستذكر هذه الإشكالية كان الديبلوماسي متميز منظر لما يسمى الديبلوماسي الثقارية لأنه كان من الأوائل الذين فهموا دور الثقافة في التنمية الوطنية وفي توطيض الاستقلال الوطني وفي تحرير الدول الناشية مستقلة جديدا وإبراز دورها على المستمى الدولي وأكثر من ذلك كان منظر للجانب المتعلق بالإعلام والاتصال ما سميه أنذاك النظام الجديد للإتصال والإعلام والذي كان موضع تقرير شين مكبرايد في سنة 1980 في نطاق الإونسكو والذي كان موضوع شدل واسع بين الأقطاب الثلاثة المعروفة أنذاك وهي قطب الدول الغربية وقطب الدول الاشتراكية وقطب الدول النامية وكان هو من منظري هذه النظرة وبصفة أشمل منظر لما سميه أنذاك النظام العالمي الجديد أكثر عذالة وكفاءة والذي حملته مجموعة الدول سبع وسبعين في وصف السبعينات تجربة سياسية إضافات المثقف وحدود الانحيات بالسياسة كما قلت كانت له تجربة في السياسة بالسبعينات لكن أساساً ببداية الدسعينات عندما أسس مع الوزير أحمل سيد بابا أرضي تجمع للديمقراطية والوحدة رقم ذلك كان دائماً قائد سياسي ذا علاقات عابر الإحزار وقد استنتج من هذه التجربة أن دوره وصفته كمثقف ربما لا تتلاءم مع الانتماءات الحزبية وبعد ذلك انسحب من السياسة مما يطرح سؤال المعروف أي دور للمثقف في السياسة قبل أن أتطرق للمحور الأخير أو النقطة الأخيرة هي المدافع عن حقوق الإنسان سأطلب لكن ربما حتى نتاول الفرنسية فقط أكمل كان أيضاً مدافع عن حقوق الإنسان وهذا جعل من الرجل المؤمن ورجل الدولة ورجل الثقافة أن يضع كل هذه الصفات لخدمة حقوق الإنسان وكان هذا موقف ثابت ودائم طيل مساره وخير دليل على ذلك أنه بدأ كما قلنا في نهاية الستينات بكتابة قصة المسرحية حول الجدلية بين العبودية والحرية ومن آخر نضالته أنه ترى أثمثاق حقوق الإحراطين وهذا يدل من دل على شيء أن هناك استقامة وتناسق ومضي على درب طيلة أكثر من 40 سنة وأستسمحكم قبل أن أختتم أن أختبس من مرضية مضيع بن إياس عن يحيى بن زياد هذه الأبيات لعلها تناسب المقام مضى بن سعيد حين لم يبقى مشرق ولا مقرب إلا فيه مادح وما مضى بن سعيد حين لم يبقى لم يبقى مشرق ولا مقرب إلا له فيه مادح وما أنا من رزء وإن جل جازع ولا بسرور بعد موتك فارح كأن لم يمت حي سواك ولم تقم على أحد إلا عليك النوائح لأن حسنت فيك المراذي وذكرها لقد حسنت من قبل فيك المدايح وشكرا وحاول في أقل من خمس دقائق أن نأخص هذا المقدمة هذا العرض باللوقاتيين الفرنسية ولماذا لا؟ ونحن في على ترابي الفرنسية مهما كانت كمهلوقات لقد حصلنا لقد حصلنا لقد حصلنا لقد حصلنا لقد حصلنا نعم 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 شكرا على المساعدة On va présenter le résumé de ce parcours en trois axes. Premier axe, le parcours d'un homme engagé, enraciné dans sa société ou vers le monde. Deuxième axe, un intellectuel avant-gardiste dans une société à mutation bloquée. Et troisième axe, un homme d'État, un diplomate d'exception et un serviteur du peuple. On parlera très rapidement du parcours scolaire et académique. Depuis l'école primaire d'Attar jusqu'à l'Institut de journalisme en France, en passant par Saint-Louis et Nice. Mais en commençant d'abord par sa formation au niveau du Mahadra et bien sûr l'apprentissage du Coran et de la Sharia et de toutes les valeurs essentielles. Qui sont d'ailleurs des valeurs dont il est demeuré très imbues. Et qui font de lui un homme de foi, qui cultive l'humilité et refuse les privilèges. Un homme de foi pieux et militant. Un disciple de Sélèves-Saleh par l'exemple. Un homme qui méprise l'argent et les biens matériels. Et un haut fonctionnaire modèle qui sert et ne se sert pas. C'est aussi un homme passerelle. Un lien entre les différentes communautés, les différentes cultures et les différentes composantes de la Mauritanie. Personnalité dense et une identité multiple. Une personnalité nationale et un symbole de la Mauritanie. Une culture encyclopédique au service d'un projet national. Un homme au cœur des débats intellectuels et culturels. Et surtout un homme de tous les temps. De la génération de l'indépendance à la génération de 1.0. La culture était pour Marhoun Mohamed Saïd un choix de vie et une arme de combat. C'était presque une vocation naturelle. Ses écrits de jeunesse ont très tôt confirmé la naissance d'un écrivain. La culture était au centre de la réflexion de l'action de Mohamed Saïd. Et la culture était pour lui un vecteur des idées et un moyen d'action. Mohamed Saïd était aussi un humaniste au service du progrès et des idéaux de justice et d'égalité. C'était un esprit indépendant, éclairé et transpartisan. Tant il était difficile de le classer, tant il échappait aux classifications communautaires, régionales ou idéologiques ou politiques. C'était aussi, il avait eu une œuvre multiforme au service d'engagement multidimensionnel. Que ce soit ses premières pièces de théâtre, sa bibliographie sur la Mauritanie, Paris en 1995, son livre sur les relations entre la Mauritanie et l'Europe, ses articles, ses multiples articles qui ont traité de toutes les questions. Tout cela a été comme conduit par un fil conducteur, à savoir porter un message, défendre des valeurs, défendre les causes justes. Un homme d'État, un diplomate d'exception et un serviteur du peuple. La carrière de Mohamed Saïd a commencé au début des années 70, comme rédacteur en chef au niveau de la radio et ensuite comme directeur du peuple. Il a été accédé aux premières responsabilités dans un contexte historique particulier, caractérisé par l'ouverture du pouvoir à l'époque à ce qu'on a appelé le jeune tokenocrate, dont le ministre Ahmed Tidbabe est ici présent, et qui visait un peu à séduire la jeunesse contestataire des Kadichines. Et à ce titre, il a joué le rôle qui lui avait été confié. Mohamed Saïd avait une doctrine propre du service public. Servir l'État sans s'asservir au pouvoir politique, garder un recul et une dimension critique sur son action, servir le public et servir le peuple, concilier l'intérêt du pouvoir et l'intérêt général, et informer et éduquer les citoyens entre devoir d'obéissance et droit à l'émancipation. C'était un diplomate aussi atypique, un pionnier de ce qu'on a appelé la diplomatie culturelle, parce que Mohamed Saïd a été l'un des premiers à avoir compris le rôle essentiel de la culture, à la fois dans la formation des hommes, mais aussi comme outil et comme instrument au service de l'indépendance nationale, mais aussi au service de l'affirmation des nations nouvellement indépendantes dans le concert des nations. Et à ce titre, il a été l'un des théoriciens les plus brillants et l'un des défenseurs de ce qu'on a appelé le nouvel ordre international plégiste, qui a été porté par le groupe des 77 au milieu des années 70 et qui a culminé avec la publication du fameux rapport Schill McBride, intitulé Voix multiple, un seul monde, et qui a fait l'objet à l'époque d'un très large débat entre les trois pôles de l'époque, à savoir les pays occidentaux, le bloc socialiste et les pays du tiers monde. Et enfin, Mohamed Saïd a une expérience politique qu'on peut résumer par les apports de l'intellectuel et les limites de l'engagement. Parce qu'il a été, comme j'ai dit, l'un des fondateurs de RDI, mais malgré cela, il avait toujours des appartenances trans-partisanes et il était ouvert à tous. Et il a compris après que peut-être l'intellectuel indépendant qu'il avait n'avait peut-être pas sa place dans ce qu'on appelle la politique partisane, ce qui pose d'ailleurs la question de principe quelle place pour les intellectuels indépendants dans la politique. Avant de terminer par la défense des droits de l'homme, je vais demander à Gabriel Hattie, ancien haut fonctionnaire, administrateur civil éminent, grand serviteur de l'État, de nous dire en quelques minutes, pour illustrer tout ce qui a été dit, l'expérience qu'il a lui-même vécu avec Mohamed Saïd, et qui est peut-être beaucoup plus expressif de ce que j'ai dit. Excellences, Excellences, chers proches et amis de Mohamed Saïd ici réunis ce soir, je témoigne. Nous avions à peu près le même âge en 1954 et nous étions tous deux admissibles en sixième au titre de la colonie de la Mauritanie, lui au centre d'Atar et moi au centre de Bouguet. Depuis, chacun de nous a suivi sa trajectoire. Cependant, le destin a fait que nos chemins se sont rencontrés à plusieurs reprises au cours des 60 années suivant l'entrée en sixième. D'abord au lycée Fédère, puis ensuite nous avons eu à Colabérué. Nous étions chargés, lui, en tant que journaliste, et moi, directeur de l'imprimerie nationale, de mettre en chantier le quotidien Le Peuple, ainsi que sa version arabe, le Chab, sous l'autorité du ministre de l'Information d'alors, Ahmed Sidi Baba. Je vous respecte, monsieur le ministre. Par la suite, j'ai eu à le rencontrer à travers le monde quand il exerçait aux affaires étrangères. Nous avons été complices, lui, diplomate, et moi, fonctionnaire international, pour toujours défendre les intérêts de la Mauritanie. vint le 10 juillet 1978. Lui, fraîchement nommé secrétaire général de la présidence de la République, et moi, conseiller auprès de cette même institution, où j'avais déjà acquis une grande expérience. En ces temps, notre collaboration a été étroite et intense, marquée par la rigueur dans le travail, la discrétion et la réserve dans le comportement. En tant que simples citoyens dans la société civile, nous avons eu également l'opportunité de nous approcher l'un et l'autre. Mohamed Saïd, homme de culture, j'ai suivi avec beaucoup d'attention son parcours, qui n'a laissé personne indifférent, tellement il était tenace pour gravir les échelons du savoir. Ces 60 ans de proximité m'ont permis de côtoyer un ami, un collègue, un chef, un compagnon, et finalement un humain tout court. Pour ce qui me concerne personnellement, j'ai vécu avec Mohamed Saïd des moments forts de ma vie qui m'ont permis à la fois de m'immerger sans complexe dans la société mauritanienne et aussi de découvrir des hommes valeureux avec des idées nobles pour bâtir une Mauritanie moderne. El Marhum était un homme de cœur, profondément croyant avec un esprit incontestablement tolérant, un ami loyal et discret dans ses relations privées, un collaborateur sans complexe ni préjugé, un chef qui aimait le travail bien fait et qui n'acceptait jamais de déroger à la règle lorsqu'il s'agissait des dossiers sensibles de l'État. Je témoigne. Un républicain et un démocrate accompli, compte tenu des réalités politiques de l'époque, il a démontré à plusieurs occasions, malgré les courants contraires, son attachement à ses valeurs. Un humain, attaché à tout ce qui concerne l'homme et ses droits fondamentaux, El Marhum l'a prouvé toute sa vie par son éducation familiale, ses formations, son expérience, sa carrière politique et administrative. Il disait toujours « Je suis un arabe matiné de nègres ». Dans cet esprit, il était proche de tous les Mauritaniens sans distinction et avait des amitiés au sein de tous les courants extrémistes, mais il restait droit dans ses bottes quand il s'agissait de défendre son pays, sa souveraineté, son intégrité et surtout son unité nationale. Il a démontré à plusieurs reprises qu'il pouvait être un nationaliste intransigeant, l'homme noir de peau, cheveux lisses, avec son sourire éternel et légendaire. De culture maure et arabe, il avait une parfaite connaissance de toutes les communautés de la société mauritanienne. Il maîtrisait totalement la culture française, je dirais même occidentale. Il pratiquait plusieurs langues. Tout ce bouillon de culture faisait de lui un être pluriel, à l'aise dans tous les milieux, un dénominateur commun et un fédérateur chaque fois que le besoin se faisait sentir. Tous les Mauritaniens doivent méditer l'exemplarité de cet homme qui a incarné l'unité dans la diversité. Par son discours et son action, il a combattu toute sa vie jusqu'à son dernier souffle avec la fougue qu'on lui connaissait pour défendre une nation mauritanienne une et indivisible. Et pour illustrer ce propos, Marhum Mohamed Saïd, au début des années 70, il avait dit à l'encontre de certains Mauritaniens que je ne qualifierais pas de nationalistes arabes parce que ce serait leur faire tort. Les nationalistes arabes sont aussi des gens parfois très ouverts et très... Mais il y avait certains Mauritaniens qui doutaient un peu de la nationalité de notre compatriote Gabriel Papi et leur disait « Vous qui voulez intégrer et faire l'unité du monde arabe, ne pouvez-vous pas intégrer un seul arabe qui plus est mauritanien ? » À savoir Gabriel Hattie. Et pour terminer, je disais donc l'un de ces derniers qu'il a été un grand défenseur des droits de l'homme. Et à cela, il a mis la foi, la culture et le sens de l'État au service des droits humains. C'était un engagement constant et cohérent pour l'indivisibilité des droits humains. Il a été, comme je dis, commencé sa carrière par l'écrit d'une pièce de théâtre libre ou esclave. Et l'un de ces derniers engagements a été de présider le manifeste pour les droits de Harateen. Cela témoigne d'une continuité et d'une cohérence constante dans l'engagement. Je disais au début la phrase, j'ai cité la phrase de Napoléon qui disait que la vie des hommes de génie était comme des météores destinés à brûler pour écrire les siècles. Mohamed Saïd de Marhoun a été un météore. Puissons-nous, tous ici présents et au-delà, continuer à entretenir la flamme qu'il a si minutieusement, si consciencieusement et si médiculeusement alléguée. Merci. 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 نعم إذن أذكر أن الناس سنتوقف بعد عشرين دقيقة بحول الله تعالى لنفسح المجال للصائمين لتناول إفطار وأذكر من في القاعة أن بإمكانهم فيها شاشات تلفزيون للأمام إذا كان الجو حار في القاعة بإمكان الذين تشتد عليهم مضوط الحرارة أن يبقوا في الهواء الطلق في الأمام الآن نصل لقصيدة ليس كل الحضور فقط من لا يتحمل الجو الحار ليس كل الحضور رجعا لا يتسعل الجميع قصيدة الآن نصل للشعر ونصل لقصيدة الأستاذ الخليل النحوي يقرأها الدكتور محمد أولمين أدعوى الدكتور محمد أولمين السلام عليكم السلام عليكم أغفر انتقلي المكان لنسابعين لا ي�سون لا يلا يلا donc nous avons invité le professeur محمد qui va lire le poème de bismillah رحمن الرحيم يسرني كثيرا أن أقرأ شعرا في رذائي أخي وصديقي محمد المرحوم محمد سعيد والهم الراحلي عنها والمقيم بيننا ويسرني أكثر أن يكون هذا الشعر لأخي وصديقي الأستاذ الخليل النحوي مضى سعيدا سعيد فيومه اليوم عيد ويومنا منه ذكرى تشجي وهم عنيد قد كان فينا عمادا ذاك الفقيد العميد لو عاش من عاش منا كما يعيش الفقيد لقيل هذه حياة كريمة لا تبيد الخلد فيها الدكار والعمر صيح حميد سعيد عطر حياة موصولة سعيد عطر حياة موصولة ونشيد له بكل فؤاد ربع وقصر مشيد الأسو والسقف منه مجد طريب تليد إن يبعد اليوم عنا فهو القريب البعيد إن يبعد اليوم عنا فهو القريب البعيد وشكرا جزيلا عفوان بريير لترادكسيون دا لبوزي دي فيسيل لترادكسيون دي فيسيل لترادكسيون دا لبوزي مي كامم من نامي فرير كامراد عبد القادر ولمحمد أبي رياليزي إن ترادكسيون بل بل فدل بريير لالير دان الباج فانتروى دا لبروشي إذن شكرا جزيلا القصيدة الآن للشاعر الشيخ البلعمش وهي قصيدة أيضا وشهادة في حق الراحل السفير محمد سعيد الهمدي سأقرأ القصيدة يقول الشيخ قرأت خاطرة أشجاك مبدؤها يا سيدي هذه الأخرى أتقرأها نرتيف نشهد روح الكون يا حرفنا ومن له خفقات القلب يخطئها ولو على قدر حزن الأرض دمعتنا لما شرحنا الأسى لكن نجزئها نذك الحنين إذا أعمارنا انطفأت وشمعة شمعة يا شعر نطفئها مضى سعيد وما في الأرض زاوية إلا بمتح له الأطياب تملؤها كأن فئدة الباكين تندبه خواتم كسرت فانهال لؤلؤها ويسأل البلد الأقدار عن غده سفينة لم تقرر أين مرفؤها لكن ركابها أهل وينعتب حتى مع العموج عين الله تكلؤها من أجل أن نرسم الأحلام أغنية لابد من خطة للعزب ننشئها مضى سعيد فمن عطفا سيخلفه ومن سيكتب للأجيال ينبئها من ينتقي كلمات الودين نزفت جراحنا فيداويها ويبرئها المنتمي لصفاء النفس فلسفة والنفس بالخلق الأنقى توضؤها إذا موطأ أكناف به سعد فذال عمرك من طبع موطأها إذا تقاسمت الدنيا مكاسبها كان العفيف وإنتيزع ومالجاوها على الرفو بكتاب لحياتي الرحل محمد سعيد والحمدي مع السادة وان بيران والسادة محمد عبدالله باللل لحياتي محمد سعيد ولمدي ويساعدت من وان بيران ومحمد عبدالله بلديد سيبه 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 السلام عليكم جميعا يا الشيقاء واصديقاء وفاقاء المرحوم محمد سعيد ولمدي باسمي باسمي ذريق العمل المكدس البعد الثقافي سأقدم لكم نبدأ عن جوانب من أبعاد الشخصية الثقافية للمرحوم كما لاحظتم فهو أساسا شخصية ثقافية وهر ذلك جليا في المداخلة السابقة ولكن المداخلتين وإن أضيفت إليهما ثالثة ورابعة لن تفيا لن تفيا بمقدار عشوري المعشار من سدوسي شخصية الرجل الثقافي وإن أبدأ بالعرض إن أقل ما يمكن أن يقول الناظر ولو طرف تعين في المنتاج الثقافي للقامة الفكرية الفارعة المرحوم محمد سعيد الهمدي هو أن الرجل أورث كنزا ثقافيا متنوعا مبدعا عميقا لا يمثل إلا جزءا لكنه معبر من البعد الثقافي الثري الواسع للرجل وهو ما سنحاول دراسته خلال هذه الكلمات ابتغاء تقفي منابع وثوابت ومسارات خيارات هذا الطود الثقافي الشامخ في الحياة ومعاركه من أجل انتصار وترصيخ تلك الخيارات لقد تدوق المرحوم سعيد ذلك الهجين البيولوجي والثقافي والنتاج الخالص لباطن منطقة تدرار الكتابة باكرا وهو الذي نشأ في محيط جغرافي ومناخي عركته ذقافة الممانعة والصمود وأسبقية العمل والتفوقه وقدسيته على مداعبة الدوات والقلم كما دبغته التربية الصارمة والخالصة وفك التقاليد البدوية الممزوجة في تناغم تام مع القيم القصورية لحواضر الصحراء فصيرتاه إنسانا متجذرا راسخا متصالحا مع منابع ومدارك القيم التاريخية المتوارثة مشبعا ومعتزا بثقافة المدارس المحررية الأربع بالبلد المدرسة الروحية وسمتها الإيمان والأمانة ومدرسة الحياة وسمتها الزهد والإنفاق ومدرسة الحكمة وسمتها التبحر العلمي والتواضع ومدرسة الثقافة وسمتها الموسوعية والذكاء كما مكنه التكوين الدراسي العصري بمدارس أطار وباريس مرورا بسينجي السنغال من تعزيز وترصيخ قيم الانفتاح وفهم وتقبل الآخر وإن كان سعيد يفضل القودة أن ذلك عائد إلى تمثل مجمل قيم بلاد البيران كما سطرتها ودت دبيقودو حب الصراع الشعور بالمسؤولية ضرورة مواساة الجار تذوق البساطة والتواضع كتمان الأفراح لا تلك المتعلقة بالمائدة والشهرة عادة الأدب مع البشر والحيوان وإتقان فن الصمت والإصلاع كان محمد سعيد رحمه الله وهو الإبن المدلل الذي ولد في بيت عزي وثراء والمولود لأبيه همد ادهاء علماً الذي سارت الركبان بذكره الحسن حتى قيل تلحك مبوك الدها كان منضبطاً صارماً قاسياً مع نفسه أكثر من صرامته مع غيره لا طباعٍ متمردة بل كان متمرداً بالمعنى الإيجابي للكلمة ضد كل القوالب والنظوم الجاهزة كتب المرحوم سعيد نصاً مسرحياً بعنوان حرٌ أم عب بداية الستينيات كان باكرة دخوله عالم الكتابة والتمرد وقاده ذلك فيما بعد إلى التخصص في الصحافة فلما حاز ديبلوم المهني من البدرسة الباريسية للصحافة كتبه وهو الصحفي المتمرد العصيل صراحةً لم يرضي للتعلم في المدرسة أي شيء باستهناء بعض تقنيات سكرتاريات تحرير طرق وسائل تحرير الملخصات التقنيات الخاصة لإعداد التقاليل الإذاعية والتلفزية ديكور الإخراج الفرق بين الافتتاحيات وأنواع التقاليل والختاميات وفي المحصلة يقول سعيد فإن مدارس الصحافة لا تكون إلا مجرد معاونين أو تابعين أو ملحقين أو مساعدين أو هوات لمهنة الصحافة ومن ذلك يتبين لنا أن الهواية العصرية والملكة الحقيقية للمرحوم سعيد هي الكتابة كما أن قادره هو أن يكون رجل ثقافة في خدمة الثقافة ولم تكن مهنة الصحافة بالنسبة له إلا مدخلا وقاطرة مناسبة إلى عالم الثقافة ولم يكن سعيد رجل دولة بالمعنى الكلاسيكي وإن كان خادماً للدولة من الطراز الأول وكان أحد القلة القلائي الذين يعملون على تجسيد فكرة الأمة والدولة ولا يعتبرونها مجرد تصور أو خيال رهن لم يبدو للرجل القصطة الأكبر من وقته للصحافة ولا لمزاولة الخدمة العمومية والوظائف السامية بل كان وقته الأوفر مسخراً للثقافة باحثاً جامعاً مصنفاً موثقاً معلقاً وناشراً لعناصر مؤسسة من تاريخ البلد وثقافته فقد كان رحمه الله مثقفاً كبيراً يكره الالتزامات المسبقة والإديولوجيات والممارسات النضالية ويفضل براغماتية التوجه السياسي من غير قيود ولا مركات جاهزة وتتضح دواعي توجه المرحوم سعيد للثقافة في بعض فقرات التأبين الذي دابا على تسميته دين الأجيال والذي كتبه في حق المرحوم سكمام جاك حيث يقول إن الذكرى والعبرة والوفاء للأحداث والأشخاص هي مثل أصبحت نادرة وعابرة وهو ما قد يفسر التفقير المفاجئة لقارتنا الإفريقية التي تمتلك العديد من المقدرات والميزات ويضيف سعيد إن الحال نفسه منطبق على عالمنا العربي والإسلام وتملأ الحسرة كيان المرحوم سعيد وهو يضيف إننا نحن العرب والمسلمين تقيدنا خصلة سيئة هي ترك الآخرين يمتلكون اكتشافاتنا ويجنون ثمارها في حين نكتفي نحن بدور المنبول والمتفرج الأعزل مرددين أولم تكون العلوم والتقنيات ديد علمائنا الأفذال إلى أن تم توصيفها من طرف بعض نخبنا مفرطة الظلامية بالممارسات الشيطانية هذا كلامه وسيرا على عادة الرجال العظام الذين لا تغادروا أعينهم المرعات الخلفية كان المرحوم سعيد راسخ لاعتقادي بوجود علاقة قوية بين الثقافة والتنمية وكانت له إسهامات في هذا المجال تكاد تهد أسوس قلعة الفلسطة الاقتصادوية للبنك الدولي ولا تمساء نقاشي ضم نخبة من المثقفين الاستثنائيين بحضور السيد مازوريل ممثل البنك الدولي بموريتانيا بداية في التسعينيات كان سعيد رحمه الله جهوري الصوت دامغ الحجة حين صدع بأن غاية كل تنمية هي الإنسان وأن كل إنسان هو حمال ثقافة وعليه فإن كل رؤية تنموية لا تأخذ في الحسبان المرجعية الثقافية للإنسان إنما تحط من مرتبة الإنسان إلى درجة الحيواء حيث تجعله موضوعاً خاضعاً وحقلاً للتجربة طائعاً وليس فاعلاً نشطاً ولا مستفيداً رئيساً ثم حذر ونظره مسدد صوب السيد مازوريل وبقية الحضور إذا لم يكن بد من هذا ولا إلى غيره من سبيل فلا جناح علينا إذا رفضنا كل نموذج تنمية يغفر البعد الثقافي وهكذا كان سعيد رحمه الله مقتنعاً بترابط التنمية والثقافة متحمساً لإمكانية تجسيد ذلك الترابط من خلال السياسات العمومية فإنشاء خزانة أفكار سينك تانك متميزاً عابراً للتموقعات السياسية متخذاً استراتيجية شرح ومناصرة من أجل إقناع الدولة بتبني مشروع تنمية الثقافة وتثمين التراث ضمن مخططها التنموي الشامي ومن أجل ذلك استخدم وبإفراط أحياناً ومن أجل ومن أجل ومن أجل ومن أجل حتى وفق في تصور وإعداد وإطلاق أول مشروع وطني كبير لحفظ وتثمين التراث الوطني حيث كان أول منسق وطني له في الدين وقد تم إطلاق المشروع بشكل دافت من خلال ملتقاً دولي متزامن مع تخليد ذكرى الاستقرار الوطني في رمزية مشحونة بالدلالات وذلك بحضور ومشاركة توليفة من الأساتذة الراسخين الوطنيين والعجانب والباحثين المبرزين وبنات أملاك الثقافة والمواهد الصاعدة والكفاءات غير المعروفة التي تفضل الصدقة العلمية في السر المتعطشين للثقافة والحاذبين والغيورين على هذا اللقاء في كبرياء وشرف وقد كانت الكلمات الأولى من خطاب المرحوم السعيد الذي ألقاه بالمناسبة خارجة عن التقاليد الدبلوماسية وأعراف وقاموس الخطابات الرسمية المتعارف عليها حين أطلق العنان لبنانه ولسانه قائلاً اللحظات التي يتجسد فيها الحلم واقعاً ملموسة هي السعادة كلها والاجتماع بهذا الموكب العلمي الفريد والمهيل هو الشرف أجمعه إن الحدث إذن تاريخي بامتيال تتعانق فيه العناصر المحددة لمستقبل ثقافي للبلد من خلال قراءة جديدة ومجددة لتفاعلات واجبات ومحددات العصال مع ضرورات ومتطلبات التنمية هذا كلامه كما كانت كلمات خطاب صديقه مزرل ممثل البنك الدولي بالموريتانيا ساعتها متحدثاً من أعماق قلبه مرددة لنفس المعاني التي قصدها المرحوم سعيد تفوح منها رائحة إقناعية وقاموس المرحوم والرجوع إلى الحق وليس رجوع إلى الحق حقاً حين قال إن التخفيف من الفقر هذا ممثل البنك الدولي إن التخفيف من الفقر لا يعني فقط زيادة الدخل ولا تصاعد الإنتاجية وإنما يهدف أولاً وقبل كل شيء إلى تملك الجميع لخيارات وفرص العيش الأفضل مضيفاً إن السكان الأكثر هشاشة لا ينبغي أن يكونوا فقط مستفيدين من العون والمساعدة بل يجب أن يكونوا أيضاً ذاعلين في معركة التنمية من خلال استعادة تملك ثقافتهم انتهى الاستشهاد وقد عمل سعي رحمه الله وفريقه بكل جد واشتهاد من أجل بناء الجسد وبعث الروح في فكرة مشروع تزمين الموروث الثقافي من خلال تحديد أماكن الذاكرة وجرد وجرد وتصنيف العملاك غير المادية أو التقاليدية وإرساء جسور مستدامة بين الثقافة والموروث والتنمية وإعداد واعتماد معايا تسيير الثقافة والموروث وصياغة وتفعيل النظام المؤسسي لقيادة السياسات المتعلقة بحفظ وتزمين السرات وتصور الميكانيزمات المالية لتلك السياسات حتى إذا أخذ المشروع شكله النهائي واستوى على عوده واضطردت ميكانيزماته سلم المرحوم الراية لخلفه ووفرت له الصحافة المكتوبة الناشئة ساعة إذن فرصة مواصلة عطائه وتقاسم إنتاجه الثقافي المتدفق والمتجدد مع الآخر إن الحديث عن المرحوم سعي دون الحديث عن مكتبته العامرة كمن يتحدث عن خصال جسد بشري غافلاً القلب الذي هو المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كله مكتبة سعيد كنز فريد وثمين وهي من أهم المصادر والمراجع فيها من كل شيء تقريباً فيها كتب قيمة وملفات نادرة ومطيات مهمة ومجلات متخصصة وآلاف الصباح القديمة والحديثة وقطع من الفن التقليدي منها أرحال بديع رائع تم تحويله إلى مكتب تغار من جماله روائع العزاز المكتبي للويس الخامس عشر الويكيند إنها أرواع مكتبة خصوصية للكتب والوثائق والعرشيف وهي بحق مكان للذاكرة لا يخفى بل تفقأ نفعيته العامة وعين كل ناظره مكتبة المرحوم سعيد مثلت دائماً حديقة صغرى للتعالف حيث يتنفس أطفاله ملء الرئتين الهواء النقية المهدئة لروضة السلم والثقافة حيث تسر إليهم الكتب والقطع الأثرية بأحاديثة عن الكبرياء والعزة والولاء للوطن كما ترسم لهم طريق الاستقامة والصراطها القوين ومكتبة سعيد مكان الحميمية العائلية بامتياز أو لم يسمها أطفاله مازحين مغارة علي بابا لا كافرن دالي بابا وعلى سبيل التندر والطرافة كانت تتربع صورة جميلة للمرحوم سعيد وسط جدران مكتبته وقد سقطت فيما بعد في يدي صديق حميم ومعجب رحيم فخيل إليه أنه معذن بالكتابة أسفل الصورة فكتبت جملة التالية انظروا صورة هذا السباعي الاستثنائي الذي لا يحسن تسييره غير هذا النوع من المتاجر أما بقية القصة فليست للنشر وقد أبا سعيد رحمه الله بكل شرف على أداء وقضاء ما يسميه دين الأجيال اتجاه السلف والرجال البنات من أعلام الشريعة والثقافة والسياسة الذين قضوا نحبهم في حياته فكتب في حق كل واحد منهم تأبينا رائعا مرصعا مليئا بالعفان والتذكر والتدبر نافضا غبار التاريخ أحيانا عن أعلام آخرين سبقهم وكان لهم تأثير على حياتهم أو تشابه مع مسارهم العلمي أو النضال أو الثقافة وعلى سبيل المثال للحصري فقد قضى المرحوم سعيد دين الأجيالي في حق كل من الشيخ عمر الفوتيطال كان مام جاك محمد دون السيد فراهين الملك همام الفال عبدالله العبي محمد الخيار حبيب المحفو العقيد محمد أمين جا اليدالي والشيخ ومحمد أمين الأحمد تقبله الله وتقبلهم جميعا مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رافقا وخلال كل التأبينات التي كتبها لم يكن سعيد يخاطب الفقيدة المؤبنة إلا شاكلا وسائلا له المولاء عز وجل جنات الفردوس نزولا وإنما كان يخاطب العجيال القادمة نافضا الغبار ومميطا اللذام عن مقاطع مجهولة من التاريخ مبينا أحيانا ما لم تحويه كتب التاريخ وملبها إلى دروس وعبر قد تضيع إن هي لم ينبه عليها وتلك كانت دائما إحدى نضالاته ومعاركه أن يكون مجرد حارس وخادم للذاكرة دون ما ريب فإن البعد الثقافي الأبرز للمرحوم سعيد هو طراوة نظره واستقلال فكره فهو ديبلوماسي والديبلوماسي هو إنسان متمرن على فن التكيف والحركية والتقنيات الأساليب الناعمة وخصوصا التقاس إلى أحواج بالتعفل شديد المضاء ومع أنه مارس الدبلوماسي وتأثر بها فقد كان ديبلوماسياً ناجحاً بل مميزاً فلم يكن رحمه الله يغريف من ذلك لينبوع الدبلوماسي التقليد بل كان يعبر عن وجهة نظره عند الاقتضاء تبعاً للمواضع المثارة والجمهور المستهدف والواقع والأثار المنشوط والمتتبع لخرجاته الفكرية والإعلامية يلاحظ أنه كان ذاقب النظر راجح العقل لا يجامل في الإساسيات ولا يخاف في العقل لوم تلائمه كل ذلك في لبوس ومقام الهيبة والوقاع لا يسعى لرضاء أو سخط أي مخلوق أهمه أن يضع عنه إصرى الرأي والموقف وأن يجتهد في الإقناع بذلك فإن وفق فذلك الهدف والمسعى وإن كان غير ذلك ظل رابط الجعش عاداً على رأيه وموقفه بالنواجد تخللت حياة سعيداً رحمه الله صرخات قلب صادقة وردود زع المتحيزة لكنها كانت دائماً مضبوطةً ومقيدةً بحدث وباروهيتر القسط والعدل وحملي وثقلي المسؤولية والأمانة ففي الموروث الأدبي لسعي تكمن مقاطع نادرة الجراء والجودة والعناقة اللغوية هيجتها غالباً خرجات أو تصرفات بعض العقوية في العالم ممن يعطون لأنفسهم دور الشريف في فاروست أو الإمبراطور في الحضارات البائدة فكان رحمه الله يخرج لهم من تاريخهم وثقافتهم ما يخجلهم ولسان مقاله مبيناً لهم أن لستم أجمل من أنفسكم إن كان لابد من إعطاء لقب مهني للمرحوم سعيد فليكن الباحث الأبدي فقد كان رحمه الله دوماً يقرأ يوسق ويعلق على كل ما ينشرح حول بلده والعالم العربي والإسلامي وقد أورث جذالات علمية حول كتب أعمال فنية لو لاه لتخطفها الإهمال والكسل والخمول العلمي كما أورث رحمه الله ذهرسة عامة ذرية حول موريتانيا ندر أن يلفي تباحث ندر أن يفلت يسلك ندر أن يفلت باحث من توجيهاته البيبيتغافي أو تصفح نوادر كتبه ووذائقه المقروة أو السمعية البصرية وصوره النادرة أو من الحصول على نصائحه وتوصياته وتصويباته المنهجية وقد جعلت منه ثقافته الموسوعية حول موريتانيا ملجأاً للعديد من الكتاب والمقاربين من أجل قراءة وتصحيح وتصويب أعمالهم الأدبية والفكرية قبل النشر أو تقريضها تقديماً أو تقييماً وتراكمياً نسج سعيد رحمة الله عليه مع مرور الزمن لنفسه مكانةً ضمن حفنة الشخصيات الإجماعية بالبلد وقليل ماهم ضمن حفنة الشخصيات الإجماعية بالبلد وقليل ماهم وهو أمر صعب المناء في بلد ما زال يلهذه ويتساءل حول هويته بلد ثنائي القومية متعدد الثقافات بلد لما يصل بعد إلى منظومة وطنية توافقية بلد تتمدد فيه الفوارق المجتمعية مجالياً بلد ما زالت بعض التجالبات القومية والجماعاتية فيه تضع مبدأ الدولة الوطنية دوماً على شفاء شرف بلد تعشش العصبية في كل مواطنين بلد يملأ التحدي قلة يملأ التحدي قلة من أبنائه في إرساء وطن واحد وحيد وموحد وإلى هذه الفئة القليلة ينتسب افتحقاً وصدارةً المرحوم سعيد الذي هو وريده إحدى الأسر العريقة شديدة الارتباط والتعلق بمختلف مراجع وضوابط وروابط وخيارات المجتمع المريفاني لم يكن سعيد رحمه الله من الذين يستعجلون في الحكم والقول بأن مسألة الهوية الوطنية محسومة سلفاً إذ أنها إسلامية عربية وإفريقية وإن أسمعه ذلك قائل أو متقول أجابه بالإيجاب نعم نعم مردفاً إننا لما نتملك الهوية بعد بل هي في طور البناء من خلال وحدة الثقافات المتعددة سعياً إلى التكامل بين الخصوصيات وختاماً فقد كان المغفور له سعيد الهمدي جندياً لا يلين في كل جبهات الحرب على الظلم والتهميش ومناضلاً عنيداً لأجل إعادة تأسيس دولة بالجميع وللجميع مضحياً بعرض الدنيا من أجل ذلك انطفأت شمعة أحد كبار رجال الثقافة وتعززت دوحة أيقوب برجل له لسان صدق في الأول والآخر وشكراً لاستماعكم سلام عليكم ورحمة الله 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 كما يُغمه الله والحوال يشغل من، وبركة ورحمة الله مقدمة ورحمة الله ين وبركاته ورحمة الله ورحمة الله le goût de l'écriture s'affirme très tôt sur ce jeune métisse biologique et culturel un pur produit du Batman de l'Adra pétri par la culture de la rudesse la violence non comprimée et la primauté du labeur sur le manièment du réseau du roseau et des encriers l'assertion est de lui-même l'éducation dans la pure et rigoriste tradition بيدوين harmonieusement rafraîchie aux valeurs xouriennes des cités du désert fera de lui un homme enraciné dans ses valeurs ancestrales imbue des valeurs des quatre écoles des Mahadra du pays école de la spiritualité piété et intégrité école de la vie austérité et partage école de la sagesse érudition et immunité école de la culture encyclopédisme et subtilité l'école française d'Attar à Paris en passant par Saint-Louis lui apportera l'ouverture d'esprit pour comprendre et accepter l'autre lui préfère plutôt faire sienne les valeurs des pays morts telles que déclinées par Odette de Pigodot à savoir le goût de la lutte le sens des responsabilités la nécessité d'aider son prochain la saveur de la simplicité les secrets des joies autres que celles du ventre et de l'orgueil l'habitude d'être poli avec les gens et les bêtes qui peuvent être plus redoutables quand on se croit plus malin et l'art si utile de ses terres et d'écouter n'est pourtant une cuillère en or à la bouche ce fils de Deha ne rit pas il est sérieux un chef un chef d'un rigoureux avec lui-même plus qu'avec les autres c'est un tempérament de rebelle un vrai au sens positif du terme un rebelle à tous les ordres et surtout à la froide logique des sempiternelles contradictions dérimantes entre ce qu'ils appellent le samouraï et le mandarin un rebelle ayant une sainte aversion des donneurs de leçons des orgueilleux et condescendants des prédateurs et des prédateurs des producteurs et reproducteurs d'injustice une pièce de théâtre libre ou esclave c'est son titre écrite au tout début des années 60 fut une de ses premières entrées en écriture comme en rébellion c'est sans doute ce goût de l'écriture qui le poussera vers le journalisme mais une fois le diplôme d'une école supérieure professionnelle parisienne en poche le rebelle en lui reprend le dessus et il écrit je cite sincèrement je n'ai rien appris à l'école de ce que fait le journalisme hormis les techniques du secrétariat de rédaction les calculs d'encombrement les méthodes et des ficelles pour rédiger les synopsis les techniques particulières du reportage radiographique ou télévisuel les décors de mise en scène ou encore la différence entre un close-up l'édito et les divergences du reportage bref les écoles de journalisme forment de simples auxiliaires du métier des supplétifs des aides des apprentis journalistes en fait il nous semble que la seule véritable vocation de Mohamed Saïd Oulomedi était la culture et son véritable destin c'est lui d'être un homme de la culture au service de la culture le journalisme avait été une porte d'entrée et un tétex commode il n'était pas un homme d'Etat mais il fut un grand commis de l'Etat un des rares à avoir dans la nation et dans l'Etat autre chose qu'une vue de l'esprit un des rares qui s'enforcèrent de sortir l'une et l'autre des lèmes mais plus que le service de l'Etat et plus que le journalisme c'est la culture qui irriguait son existence toute sa vie il l'aura consacré à rechercher répertorier classer archiver commenter et diffuser des éléments constitutifs de notre histoire et de nos cultures en ce sens il était un grand intellectuel un vrai qui déteste les engagements les idéologies et le militantisme préférant le pragmatisme de l'attitude politique sans chaînes et sans étiquettes l'assertion est également debite sa quittant de ce qu'il appelle une dette générationnelle Mohamed Saïd Oul Hamoudi dès l'entame de l'hommage qu'il rend à feu Kan Mamdiak Rahimou Allah évoque les raisons de son engagement pour la culture il écrit le souvenir des choses des biens et des personnes est devenu fort éphémère à notre continent africain c'est soit dit en passant l'une des raisons du surprenant appauvrissement d'un continent qui dispose de tant d'atouts et de potentialités cela vaut également pour le monde arabe et musulman il écrit et je cite décidément nous avons arabe et musulman la détestable manie de laisser les autres accaparer nos découvertes et valeurs nous contentant de rester de misérables reclus et désarmés observateurs hier sciences et techniques qui furent longtemps l'apanage de nos savants ont par la suite été assimilés par je ne sais quelle prétendue intelligente si obscurantiste à je ne sais quelle pratique satanique fin de citation tous les grands hommes ont eu un œil rivé sur le rétroviseur il y avait chez Mohamed Saïd où le maudit la forte conviction de l'existence d'un lien indissociable entre culture et développement l'argumentaire développé autour de cette conviction a fait vaciller la muraille des reins de la logique économiste de la World Bank le débat sur cette thématique s'était déroulé dans le cadre d'un petit cercle d'intelots atypiques auquel s'est joint le temps d'une soirée Jean Mazurel de M. World Bank en Mauritanie de la fin des années 90 résumé tout développement a pour finalité l'homme tout homme est porteur de culture donc tout développement conçu en dehors des repères culturels de l'homme signifie la déréduction de l'homme au stade de l'animal puisqu'il est sujet est obligé et non acteur et bénéficiaire s'il ne peut en être autrement qu'ainsi avons-nous au moins le droit de refuser le développement disait-il à son ami Mazurel mais M. Mazurel était un homme de bon sens un fonctionnaire d'une froide boîte certes mais un chaud grand coeur conquis par les charmes du pays sur le champ il s'engagea à appuyer toute requête du gouvernement de la Mauritanie ayant pour objet le développement culturel entrevoit les possibilités ouvertes par un tel engagement saisi la balle au rebond il constitue rapidement un think tank de qualité transcendant les positionnements politiques du moment et met en oeuvre une stratégie de plaidoyer afin de convaincre l'Etat de s'approprier le projet pour cela il dut user et abuser de ses relations de son temps de sa santé de son prestige de sa notoriété de ses biens et même des biens des siens c'est ainsi que le projet sauvegarde et valorisation du patrimoine culturel mauritanien dont il fut le premier coordinateur fut porté sur ses fonds bâtiscaux il fut lancé en grande pompe par un colloque international au lendemain de la célébration de l'indépendance nationale aucun symbole ils ont pris un aéropage de professeurs émérites nationaux et internationaux des chercheurs des chercheurs chevronnés des bâtisseurs de patrimoine des jeunes talents humbles anonymes assoiffés de culture et jaloux d'une dignité retrouvée dès les premiers mots de son discours le diplomate qu'il était s'autoriser une entorse aux règles et aux styles d'usage aux formules alambiquées et vaseuses que ce genre de fora exige pour laisser spontanément exposer son ressenti je cite vivre d'étranges instants où le rêve devient réalité est un grand bonheur réussir cet incomparable et prestigieux aéropage est assurément un très grand honneur moment historique crucial où nous assistons à la conjonction d'éléments déterminants pour le futur culturel du pays par une lecture toute neuve de l'interaction entre l'authenticité du groupe et le développement économique et ce n'est pas son ami Mazurel qui le démentira en lui succédant à la tribune du palais des congrès pour prononcer un discours de coeur aux accents de Mea Culpa je cite la réduction de la pauvreté n'est pas seulement la croissance des revenus et l'augmentation de la productivité mais fondamentalement le mot est à souligner l'appropriation par tous des opportunités et des choix pour mieux vivre les misérables ne sont pas seulement les bénéficiaires de l'aide mais doivent devenir aussi des acteurs de leur propre développement et ce grâce à une réappropriation de leur culture la victoire est donc totale Saïd et son équipe s'attelle à donner un corps et une vie au projet identifier les lieux de mémoire inventorié et répertorié le patrimoine intangible ou le patrimoine de tradition jeté des passerelles durables entre culture patrimoine et développement élaboré à adopter le corpus normatif de la gestion de la culture et du patrimoine formaliser et opérationnaliser les dispositifs institutionnels de pilotage des politiques de sauvegarde et de valorisation du patrimoine mettre en place des mécanismes financiers des politiques le projet est ainsi mis sur les rails les mécanismes bien huilés et le cap bien fixé Mohamed Saïd passe le flambeau la presse écrite naissante lui offre l'occasion de revenir de reprendre le combat de sa vie faire partager la culture parler de l'oeuvre culturelle de Mohamed Saïd sans évoquer sa bibliothèque ce serait comme parler du corps humain en oubliant le coeur qui le nourrit elle était une source un témoignage et un aboutissement toujours reculé une richesse une nuit une belle collection de pièces rares tout y est ou presque des livres des dossiers des brochures des magazines des milliers de photographies anciennes et récentes des objets d'art traditionnels dans un magnifique arahal transformé en bureau à faire pallir tous les meubles Louis XV de l'univers c'est la plus belle collection privée d'ouvrages et d'archives du pays c'est un lieu mémoire dont l'utilité publique est évidente la bibliothèque de Mohamed Saïd est aussi et surtout un petit jardin de sympathie où ses enfants hument à plein poumon l'atmosphère sereine et apaisante d'un havre de paix et de culture au sein duquel livres et objets leur parlaient leur faisaient des confidences dessinées sous leurs yeux davantage que le droit chemin des chemins de la doigture par delà des choses qui y figurent et y vivaient c'est le lieu par excellence d'une forte affectivité familiale ne l'appelait il pas la caverne d'ali baba pour l'anecdote une belle photo de Mohamed Saïd où le maudit au milieu de sa bibliothèque est tombé entre les mains de l'un de ses amis admirateurs celui-ci s'est cru autorisé à commettre une amicale impertinence en y ajoutant le commentaire suivant regardez bien ce sbaï atypique c'est la seule boutique qu'il s'est correctement tenu la suite elle ne sera pas contée ici c'était un point d'honneur pour Cheikh Da que de s'acquitter chaque fois que l'occasion ou le prétexte lui en était donné de ce qu'il appelle une dette générationnelle des hommes qui ont marqué l'histoire politique culturelle et religieuse du pays ont eu droit sous sa plume à des épitaphes de qualité et à travers eux des lustres disparus ont été également honorés et à chaque fois les facettes culturelles du pays sont magistralement révernies échantillons Cheikh Omar le Fouti 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 Mohamed le Fouti كاللون محمد المين والنديان يدالي والشيخ محمد المين والأحمد كالله أعجب كله فيه فيه في كل جهود ليس لن يتحدث وهم يتحدث سوف يتحدثون على شكر وإن تأعطي على شكرا وإن ويضا وليس لن يشعر أن نتحدث ونحن مخصول دائما ونحن نتحدث عن قلنا موسيقى وعالي فلادي في المحاولة وفادة تقدموا أنه يچم ذلك ويعادات متعارة وقت مختلفة وخالصة أخوارة ولكن عادت الطاقة يعادمها وعادة طاقة وفادة عني وشهر وعالي عبارة الوحاولة وعالي فü وكلمه لا يمسوني هذا الدني ستطرع إنه تطرع وعالة مما تطرع وعالي وخالصة وكلمة تطرع وغير الم Tatel والإعلام ودأتونه أنه يستمر بالتأكيد والمكس blasاني وقال ليست استطعته الناس في لكنتصالي وليستشده الجحر في رضياني وعندما في Yufez effective ومن موجود أنه في مستحقن البحث أنه لاحق دلال ملحظة لتعطيق لاحق للتعطيق ولكنه لاحقق وعندما لاحقا لعبد هناك منه خائق في أكثر ومتركوا في عدل من فرصاني تنسى بمعرفتها في المعرفتها ومعرفتها 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 معرفتها في هذا المنزل ينسى في المنزل تقبل التفريقي مجمع ممتازة ومعرفتها أو الحمد منتج من منه موسيقى أو أمريكاة في هذا يمسون بحثة من خلية من رحلة و تلك الأشخاص ومعنى بحثة من موار تقولون تقولون سواء تغيرهم في مختلفات تكون لك سواء سواء له من الحقيقة سواء تقولون يقولون نحن محن يقولون محمد سعيد فالتي لآخباراتRI التي شاشته سيضا لها ومنها سيسر المعزه الأرابي ويسر أسرم لها مجرد الكثير أو تعالى لذات المتابعة وثاني أخل معك مليفته ونظام الناس لمثالي دائمًا ليم بداعب لت درسته مفهولة عن الأشخار في المراني كل مجرد الفشرة في المراني لتشرح الخاصة بالقل些 مراربات ولكم تشاركا وتوج Olive と تأخذ تلميذات وتعالى من المعرفولة المترجماتية وتهمية ومثالات وإنسانات تعماليين من المسلحين جدت بطبع الأستدام theme وتخديد سلاحظ وجلس أكبر وليس طرف وطريق تساوى ويساوى وطريق وعندما كنتمتوى وعنبطاها وعندما أجلع بإمارتناها وعندما يتأكد أبوه خلقه امتطريه مكتبع بشكل ملكم وفضل مولتانيين منصنصيين ويطنقل وضعه ويطنقل مستحيل في ممتطعه في مدينة ومن يتساكد فيه كله ويكون وقاله على مدينة ويسرعنا وميكتب وخصي بي مكتبع ونقل وكتبعه ونقلعه Un pays où les ségrégations sociales se projettent spatialement Un pays où de puissantes convulsions identitaires ou communautaires Soumettent régulièrement à rude épreuve l'idée même de la nation Un pays où la Asabiyah sommeille en chacun d'entre nous C'est tout le charme de ces pays uniques, disent-ils Et c'est le sens du combat de sa vie Parce qu'il se considère l'un des héritiers d'une famille fortement attachée A tous les repères et choix de la société mauritanienne Il n'est pas de ceux qui, d'un revers d'argument, vous jettent à l'oreille La question de l'identité mauritanienne est réglée Elle est islamique, arabe et africaine Oui, oui et oui, émet-il à dire Mais elle n'est pas définitivement acquise Elle est à construire Bâtir une forte unité de culture plurielle Au travers d'une objective complémentarité entre les spécificités Et il était ainsi de tous les combats contre l'injustice Et un militant infatigable d'un état pour tous et par tous Pour ses idées et pour ses combats Il a fait le sacrifice des dérisoires bien d'ici-bas La formule est encore de l'eau Un grand homme de culture s'en est allé L'iconographie nationale s'est enrichie Merci On va écouter un point ou deux avant de passer à la dernière dimension Celle des droits de l'homme Donc maintenant nous allons vous lire Ou plutôt je vais vous lire Le poème écrit par Mariam Thibab Ahmed En hommage à Mohamed Saïd ou le Hamadi Avoir ce que l'on fût sur terre et ce qu'on y laisse Seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse Mais en lieu de me taire, sous le chagrin qui presse Pour toi mon cher oncle, je me ferai poétesse De la belle phrase de Vigny, je me rendrai très tresse L'art de la rime, lui, il perdra certes en noblesse Mais j'aurais dit, mon oncle, le grand fossé que tu laisses Sans jamais dire assez sur la grandeur, la constance, la finesse Et l'œil bienveillant même devant les bassesses La main conciliante, la lucide souplesse La subtilité taquine, teintée de mille hardiesses Petit joyau d'humour et de délicatesse Je ne dirai pas assez aussi ce chemin de sagesse Savamment frayer là où le bas blesse Se prêche à tous les tons dont une a eu cesse Et puis surtout, j'aurais dit bien peu De la généreuse tendresse De l'aile affectueuse Dont sera privée une reconnaissante nièce A la belle citation à mon cher oncle Merci d'avoir regardé cette vidéo Donc maintenant, nous allons insister A la troisième communication Concernant la dimension des droits de l'homme De Mohamed Saïd Al-Hamadi Elle vous sera présentée par Maître Min Oulabdallah Et le docteur Mohamedou Al-Mayyan Je vous remercie de le voir Tout à l'heure, beaucoup de personnes D'horizons divers ont fourni des témoignages émouvants Beaucoup de personnes D'horizons divers ont fourni des témoignages émouvants Al-Marhum Mohamed Saïd Al-Hamadi Il tenait beaucoup à Aoul Peut-être qu'il avait raison Montrant s'il avait encore besoin La grandeur et l'exemplarité de l'homme C'est dire que s'il fallait Couché sur le papier Ou retracé par les mots Son passé, sa vie Son oeuvre et ses actions Quelques heures que dis-je Quelques jours Ne suffiraient pas Mais l'essentiel est là L'essentiel c'était de montrer combien Al-Marhum Mohamed Saïd Al-Hamadi Cet homme humble et pieux Fuit un diplomate talentueux Hors père Un homme de culture De vaste étendue Un grand défenseur infatigable Des droits de l'homme Et dans un monde Un espace culturel réfractaire A tout changement Mohamed Saïd Milité Prend Mouvement des droits de l'homme Renforcé Populaire De l'émergence D'un contre-pouvoir Indispensable A l'avènement de la démocratie Toute violation Des droits de l'homme Provoquait dans le coeur De Saïd Al-Hamadi Un sentiment D'indignation De compension Et de refus Qui le poussait A être debout A côté Des victimes Il citait souvent Michel Blum Qui disait Honneur Pour nous De dénoncer Les crimes Qui s'est commis Ou qui va être Se commettre Et de tenter De l'empêcher Comme il citait souvent Murtard Mbaou Lorsqu'il disait Apprendre à chacun A riposter Et faire respecter Les droits de l'homme Pour soi Et pour autrui De l'homme De l'homme Pour soi Et pour autrui Et à trouver Quand il le faut Le courage Et d'affirmer Dans n'importe quelle circonstance Même les plus difficiles Tel est l'impératif Aujourd'hui De notre temps Saïd Ou le Hamoudi Considéré A juste raison Que nous sommes tous Tributaires D'un devoir D'alerte De vigilance Des dénonciations Et surtout Tenter Envers les uns Et les autres Afin que nos droits Vaillent que vaillent Soit sauvegardés Du naufrage Qui les guette A tout moment Par le comportement De ceux qui Partout ailleurs N'hésitent pas A recourir A la terreur A la torture Au meurtre Pour se maintenir Au pouvoir Et protéger Leurs privilèges Et leurs intérêts Partisans Ils voulaient Que les militants Des droits de l'homme Formés Et informés Affirment Leur stratégie D'intervention Afin d'être Plus efficaces Dans leur action Quotidienne De lutte Pour le respect Des valeurs Démocratiques Mohamed Saïd Oul Hamadi Avec ce militantisme Qu'il a animé A été choisi Pour diriger La première commission Nationale Des droits de l'homme En juillet 2006 Pendant toutes ces années Qu'il dirigea A cette institution Mohamed Saïd Oul Hamadi Se distingua Par son engagement A apporter Une solution A des questions Spécifiques Et à ce titre Il assigna A la commission nationale Des droits de l'homme Des tâches De collecte D'informations Pour faciliter L'éradication De l'esclavage Et ses séquelles Le règlement Du passif Humanitaire Une meilleure prise En compte De la problématique Foncière L'arracinement De l'état De droit Par la promotion Des droits De l'homme En tant que président De cette institution Il participa Évidemment A plusieurs conférences Et séminaires Et des colloques A l'étranger Pour plaider La cause Des droits De l'homme En Mauritanie Sur le phénomène De l'esclavage Et de ses séquelles La commission Le fils Oul Hamadi Le lieu Où venaient Se plaindre Les victimes A chaque fois Qu'un cas d'esclavage Est porté A sa connaissance Et dépêché Une mission Pour effectuer Une enquête Sur le terrain Et les résultats Impartiaux Et non complaisants Et sans complaisance Sont portés A la connaissance Des autorités Et du public Notamment dans le cadre D'un rapport Amiel Qui est remis Au chef de l'Etat Plus que tout Une militaire Pour que les mécanismes Institutionnels Et des lois Soient mis en place Pour lutter Contre l'esclavage Et actes assimilés D'où l'adoption De la loi 2007 048 13 septembre 2007 Pour Saïd Mohamed Saïd Le Maudit L'éradication De ce fléau Passe par la démystification Du sujet Et l'existence De l'esclavage Monsieur De l'existence De l'esclavage Cesser d'en faire Un sujet tabou Contribuera beaucoup Par sa Par sa banalisation A aider A ôter A ôter Les esprits A ôter des esprits Les sentiments De culpabilité De remords Et de complexes En débattre En débattre Pour lui En toute objectivité Constitue Le premier pas Vers un nouveau modèle De citoyen Fier de son être Et son appartenance A un ensemble national Dont le ciment Et l'islam Après son départ De cette institution Mohamed Saïd Oulhammedi Continua sans relâche Son combat Pour la protection La promotion Et la défense Des droits de l'homme Sans aucun doute C'est pour ses qualités D'homme indépendant Intègre Loyal Sincère Et juste Que Mohamed Saïd Oulhammedi Il fut désigné Malgré l'opposition De certains De ses amis Et proches A la tête du manifeste Pour les droits économiques Et sociaux De Haradine Mais son esprit D'ouverture De dialogue Et de recherche Continue De la paix Et de la cohésion Nationale Permire D'atteigner Bien les propos Et d'éviter Les dérapages Consécutifs A des propos Incontrôlés Si bien que Le manifeste Organisa en colloque C'est la justice Transitionnelle A laquelle des pays Comme l'Afrique du Sud Et du Maroc Prirent part Pour faire bénéficier A la Mauritanie De leur expérience Saïd ou l'Hommadi A été convaincu Que tous les pays Ont eu Leur année noire Mais que tous Ceux qui ont eu La volonté politique L'envie Les ont laissés Derrière Pour lui Devons être capables De trouver une solution Qui privilégie Le dialogue La négociation La contribution Collective Et la participation De tous les Mauritaniens Pour refermer Définitivement Les dossiers Des cadavres Des ossements Des disparitions Forcées Des tortures Et des tortionnaires Pour toutes ces raisons Mohamed Saïd ne me dit Précisément Suggérant un débat En brisant les tabous Entourant cette partie De l'histoire Du pays Ce débat pour lui Ne consiste pas A fabriquer Un récit de l'histoire Mais Proposer un espace Pour une lecture plurielle Parfois conflictuelle Mais sanitaire Pour permettre A la Mauritanie De mieux s'enraciner Dans les valeurs communes Celles de vivre Ensemble Dans le présent Et dans le futur Mohamed Saïd Il me dit Milita Pour un retour Rapide Des déportés L'accès A leur village D'origine De leur terre La réintégration Des fonctionnaires Radiés Et la bonne cohabitation Entre les communautés Sur le plan De l'enracinement De l'état de droit Le marhoum Mohamed Saïd L'état Pour le respect Des droits De tous Sans exclusif Liés A l'ethnie Ou en genre Pendant la crise De 2008 Il condamna Le pute changement Par la force Et s'engagea Fortement Pour qu'une solution Pacifique Soit trouvée A ce titre Il initia Les rencontres Entre les partis En conflit Et puis partager Et puis partager Ses idées Et avis A la mission De la communauté Internationale Venue au chevet De la Mauritanie Mohamed Saïd Oulhamoudi Aimez la citation De Monsieur Darius je crois C'est un empire Perse Des années 524 Qui disait Je suis Ainsi fait Que je suis L'ami Du bien Que je ne suis Pas l'ami Du mal Il n'est pas Mon souhait Que les faibles Soient victimes Du puissant Et n'est pas Non plus Mon souhait Que les puissants Soient victimes Du faibles Faire Ce qui est juste Tel est Mon souhait Fait Habib Un grand homme Un éminent Professeur Un homme de lettres Un grand homme De ce pays Qui Il saut L'étendard Des libertés D'opinion Et me dire Que S'il fallait Mourir Un jour Je mourrai Debout Le malhom Mohamed Saïd Est parti Debout Dans son corps Et dans son esprit Allah Allah Yer Assalamualaikum Thank you شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً 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 شكراً